ومن الصور اللي الإنسان بيتمسك فيه بصورتنا فيه عن نفسنا إنه نقول مثلا أنا ما أرجعش في كلمتي أنا الكلمة اللي أقولها سيف على رقابتي بس حضرت النبي ما كانتش يعمل كده حضرت النبي علمنا حاجة مهمة قواوي بي أبي أنت وأم يا رسول الله إنه ما فيش حرج علينا لو رجعنا في كلامنا لو ثبت إن الخير في شيء تاني غير كلامنا ما نرجع لكن إحنا بنخاف على صورتنا في عيون الناس تتغير إن إحنا ما نفكرش في كلامنا ما نقوله وإن إحنا كلمتنا مش كلمة اللي أحترامها بس حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقسم شوف التوسيق كان إذا أقسم على شيء وجد الخير في غيره ماذا؟ كفر عن يمينه وفعل الخير وعشان كده بنلاقي كتير مننا ومش فاهمين ده بيحفظ نفسه بصورته عن نفسه ويتمسك بفكرة ديئة وفكرة سيئة إنه عنده نقص بسبب الحاجات اللي اتحرم منها في الطفولة زي مثلا موجود الأب الداعم ويفضل يسعى وراء إنه هو يعود دعم الأب ده عشان شايف إن صورته عن نفسه لازم تبقى كاملة زي صورة الناس اللي حواليه أنا مش أقل من غيري ويسعد كتير جدا 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 يطلع ده في مشكلات كتير جدا جدا بينه وبين زوجته وبينه وبين أولاده وممكن أتمسك بصورته عن نفسه كمان إنه عايش في مستوى معين مستوى اجتماعي مثلا ما ينفعش أقل منه وإلا هيبقى اتخصم من شخصيتي فأفضل عايش متكدر ومش راضي عن النعمة اللي أنا فيها وأجري وأتصارع عشان أوصل للمستوى اللي أنا عايزه ومفقدش شوية الحاجات اللي بستهلكها لأنها بالنسبة لي بتمثل حاجات مستهلكات شامبوهات على برندات على شوية حاجات ولا تساوي في حياة الناس ومع ذلك أتمسك بيها عشان أنا شايف أن دي صورتي فما حسش بالسلام تخير شوفوا احنا مش حاسين بسلام الأمان ليه؟ وذلك من أسوأ أشكال التمسك بصورتي عن ذاتي هو التمسك بتطبيق الصح والغلط من وجهة النظري أنا بس فبقى أنا المعيار في كل شيء في القيم والأصول والعيب كل حاجة أنا المعيار فيها علشان أنا شخص بسعى للكمال فأكيد بعمل كل حاجة صح ما أنا بازلت موجود يبقى كل اللي أنا بعمله صح والأسف ده بيخلينا في شكل واضح ما نتعلمش الحاجات الجديدة ولذلك أسوأ حاجة في الشخص الساعة اللي كمان اللي بيسموه برفيكشانيست أسوأ حاجة أنه بيبقى قليل التعلم لأنه فاهم كل حاجة وكمان مش فاهم كل حاجة وكمان بيكسر خواطر الناس من غير ما يدرأ لأنه هو بيعرف اللي جوه الناس فبيحمي نفسه حتى لو عور الناس فالأسف ده الشخص ده عشان صورته لذاته بيخالف كلام حضرت النبي لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسه فيبقى مش شايف التاني هو شايف لنفسه بس هو شايف لنوع من اللي عليه فمن حقه أنه يستوفي من الناس بأي طريقة حتى لو شد حقه من قلوب الناس فقلوب الناس اتخلعت أو اتمزقت فالحياة مش شكل من الأشكال الألية يا ناس أنت في الحياة بتتعامل مع متغيرات والمتغيرات دي جيالك بدروس وتعليم من رب العزة ربنا بيلون عليك المتغيرات دي والأوضاع المختلفة عشان تبقى حياتك مليئة بالعبادة ومليئة بالنعمة ومليئة بالأمان كل ده لازم تفهمه فلازم تبقى مارن وتتعلم وتتغير للأحسن وبتترك التمسك بصورتك عن ذاتك عشان تقدر توصل أني ده عبادة فياجي بقى في رمضان مثلا أمسك المصحف أقرأ بصورة شديدة تخليني مش فاهم أني أنا بقرأه عشان أنا عندي هدف أني أنا أختم المصحف عدد من المرات أفضل شايف نفسي الشخص المكتهد في العبادة وأنا إلا حاصل أنا بحرق بس لكن الأصل في العبادة مش هي الصورة إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسمكم ولكن ينظر إلى قلوبكم لكن ترجع من العبادة بتصور جديد فترجع إن أنت حاسس إن أنت سلطك عند ربنا سبحانه وتعالى في أحسن صورة والصورة دي هو اللي تركبها فترجع عبد وتحس إن أنت ترجع وكأنك تولدت من جديد ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أنا يكفيكم أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشات والبعير وتعودون برسول الله إلى رحالكم أيوة نرجع بأخلاق رسول الله ونرجع بحنان رسول الله ونرجع بحبابة رسول الله أنا ما شفتش حد بيتمسك بصورته عن ذاته إلا وهو خايف خايف يشوف الحقيقة فيعرف إنه هو محتاج يتزكى ويتخلص من مساوء نفسه الأمار بالسوق وحاسس إنه لو تغير يتخصن من ذاته وعلشان كده إحنا ما نحتاجين نعيش بسلام الأمان فنعرف إنه ما فيش شيء ممكن يروح منك وتفقده وإنت عايش في أمان الله فهو سبحانه وتعالى هو القدر على كل شيء أليس الله بكاف عبده طب ونعمل إيه بقى وتتخلص ساعتها من جمال الأسقام ومن كميع الوجع نعمل إيه بقى عشان نخد تجربة سلام الأمان أول حاجة حاول تتعلم شيء جديد كل أسبوع وتتمرن عليه طول الأسبوع عشان تتخلص من أسرك لسورتك عن ذاتك تاني حاجة اتعود تكتب الحاجات الجديدة اللي بتسمعها في دوائر معارفك سواء في بيتك أو وسط أهلك وسط أولادك وسط زوجتك في الشغل عشان تتعلمها وتطور من نفسك وميبقاش عندك خوف من التخلى عن سورتك عن ذاتك وسورتك في عيون الناس ممكن على فكرة تلبس ألوان جديدة تأكل أكل جديد تعمل حياة جديدة انت مش بتعود عليها عشان ما تبقاش أسير لسورتك لذاتك كل يوم الصبح كمان لو قدرت تقول الدعاء ده الدعاء سلام العيش في أمان الله دواتي يخليك تعود إلى الله سبحانه وتعالى وانت هادئ فقول يا سلام عبدك المستور برطفك يرجوك أن تجعله في محل نظرك فتخرجني من سورتي عن ذاتي بحنانك وعطفك وتشرح صدري وترح بالي بواسع فضك واغسل قلبي بفيوضات وصلك واجعل حجابا من نورك يحول بيني وبين نفسي بأستال من عظيم مددك فأدخل في كهف أمانك وأذوب في شهد قربك ووداتك اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في أمانك ولا تجعلنا نخاف بما صنعناه بأيدينا واجعلنا بعينك يا مولانا واصنعنا صناعة ترضاها وتحبها لا خوف فيها ولا واجع ولا مخاطرة ولا خوف من أن نتغير على مرادك يا رب العالمين اجعلنا يا ربنا بك أمينين على كل وضع وفي كل حين يا رب العالمين اشتركوا في القناة